السلام عليكم معكم مصطفى من قناة مستر بوم تيك وأخيرا جي دور حقوق الطبع والنشر وأخيرا هنبدأ نتكلم عن حقوق الطبع والنشر وباستفادة وهنبدأ نقول المشاكل والحاجات اللي هتقابلك لما تنزل اي فيديو لعلاقة بكرة القدم او اي فيديو لعلاقة بحلقة على التلفزيوني او بس تلفزيوني انت ممكن تغضي على قناتك على اليوتيوب والمشاكل اللي ممكن تقابلك من حقوق الطبع والنشر وايه انواعها كل الكلام ده هتعرف حلقة اندهار ده وازاي كمان تحرب منها انا ليه بقول ان احنا نتكلم باستفادة اكتر بسبب ان انا الوقت ظاهر بوشي في القناة وبتكلم لكن في الفيديو اللي فات اللي انا شرحت فيه اه بتخاطي حقوق طبعا النشر ما كنتش ظاهر بوشي لكن دراقتي انا قدر اتكلم براحتي قبل ما نبدأ في اي حاجة لازم اقول حاجة مهمة جدا باشكر كل الناس كل الناس اللي دعموني في الفيديو اللي فات واللي ما دعمونيش اي حد تفرج على الفيديو اللي فات تقريبا 2001 تفرج على الفيديو لحد دراقتي فانا باشكر كل واحد تفرج على الفيديو اللي فات لل300 اللي عمل اللايك تقريبا 300 دراقتي يعني باشكر كل شخص عمل اللايك كل واحد عمل كومنت فيه هاشتاج مستر بومتك واللي ما عملش واللي عمل كومنت تحفيزي باي طريقة باشكر كل الناس دي بجد يعني دعمتوني كتير اوي في الفيديو اللي فات وانا عجبني الموضوع جدا وزدت تقريبا بتاع 200 مشترك فقط من اللايكس يعني مش كمية الشير الكبيرة لا اللايكس اللايكس بس يا لوسطت الفيديو لناس تانية مش مشتركين بالقناة فشافوا القناة واشتركوا فيها فعشان تعرف ان اللايك بتاعك ده بيساعد جدا وبيفرق جدا مش لقنات انا بس لأي قناة انت بتتبعها انصحك ان اكتمل لايك لأي قناة انت بتحبها وما تنسيش الموضوع ده دايما تانية حاجة والحمد لله انها حصلت ان المايك ده كان بايز واتصلح من شوية وانا بصور كان الحاج مستجل المايك جدا فاتصلح لوحدو سمحان الله مهم ان المايك تصلح وهبدأ سجل الحلقة دي وعلى طول اولترا مايك تصلح يبقى دير سعى لو عند ربنا انها لازم اعمل الحلقة دي دلوقتي هيكادت جاهزة اول حاجة انت لازم تعرفها ان فيه حاجتين في البس المباشر فيه المطش او المباراة خليناه في المباراة فيه المباراة الكاملة العادية تنقسم لشوط اول وشوط تاني وفيه حاجة اسمها استوديو تحليلي اول حاجة ده ممكن تتخطى فيها حقوق طبعا النشر هي انك تاخد الاهداف والملنخص من استوديو تحليل تقديمه ميزاتها ايها مصطفى اولا ملهاش حقوق طبعا النشر ملحوظة معلش هنقولها دلوقتي ان كل كلمة انا بقولها في الفيديو ده بناء على خبرات وناس بتشتغل في المجال ده حاليا تمام يعني اول حاجة انا اقولها لك هو التسجيل من استوديو تحليلي دي من شخص معه المارك بتاعت الفيديو تمام يعني قناته اه مت اكتفة من يوتيوب يعني معمول لها فخليك واسق من كل الكلمة انا بقولها لان انا اخذها من الناس فعلا شغالها في المجال ده اول حاجة انك تاخد الاهداف ومرخص من استوديو تحليل تقديمه ميزاتها ايه اول ميزة ان انت تاخد الاهداف كلها وراء بعض مش هتستنى الدقيقة بتاعت الهدف ولا هتوجع عدمك في انك تصور كل الماتش بقى وتشوف الهدف اي جاي امتى وتتفرج على التلفزيون بعدك تبست على الباس المباشر والموضوع ده كله بياخد وقت كبير وهتبطر تفرج على الماتش كامل عشان تقدر تجيب الاهداف كلها لا انت هتقف هنا بقى انت تتفرج على بعد الشوط الاول ما يخلص بيجيبوا الاهداف بتاعت اي دوري في بين سبورت او اي قناة بيجيب لك الاهداف بتاعت الشوط الاول ويجيبها لك وراء بعض فانت بتجيب الهدف وتسقوره وساعتها مش يجع عليك اي حقوق طبعا مش طب تاني حاجة طب ايه طب اي رائعك في الملخص يا مصطفى الملخص برضو على اي قناة من قنوات اللي بتجيب المباريات برضو في الباس المباشر هتلاقي بيقول لك ملخص اهجمات او ملخص شوط الاول تنم بيقول لك ملخص الشوط الاول وبيبدأ برضو يجيب لك الملخص وانت بتاخد الملخص بشكل كامل من غير ما تدع بنفسك وتوقف وتشغل والشغل ده كله لا الحاجة الوحيدة اللي هتفوضك هي اللمسات لعب معين على فكرة موضوع اللمسات باجد عين لو ركستو عليه بيجيب مشاهدات حلوة جدا دي يعني نصيحة مني اللمسات محمد اني مع ارسنل لمسات محمد صلاح لمسات عمر جابر مع بازل اللمسات شيكبالا مع مش عارب بلعب فين المهم يعني ان اي الكلام ده كله بيجيب مشاهدات حلوة جدا تمام يبقى اول حاجة انك بتاخد الحاجات دي من البس المباشر الشيط الاول بيبقى ليه اهداف وبيجيبه واربعض الشيط التاني بقى ليه اهداف وبيجيبه واربعض او بيجيبه اهداف من برا كلها في الشيط التاني عايز تستنى الشيط التاني يجيب لك الهدف كلها ويجيب لك الملخص الكامل بتاع الماتش ممكن تعمل كده او ممكن تاخد الشيط الاول وشيط التاني لوحده ده براحتك ولكن افضلك طبع انك تنزل اه تستنى براي يعني ما تخلص وتنزل ال الهدف كلها مع بعض. مش محتاجة اقول لك انك هتشيل برضو العلامة بتاعة او اي حاجة انت بتاخد منها هتشيل برضو العلامة بتاعتها وهتغير في الالوان. ودي الحاجة التانية اللي ازاي تقدر تتخطي حول طبعا الناشط بالطريقة التانية. يعني دي طريقة تانية. الطريقة الاولى انك تاخد من الستوديو التحليل. الطريقة التانية هي اللي انا هقولها دي. وهي برضو من شخص بيشتغل في المجال ده وكنت شفتها في جروب متريكس 2.19 وهي انك تاخر الصوت بتاع الفيديو ثانيتين. المهم انك تاخر الصوت بتاع الفيديو. هنتعلم الكلام ده دلوقتي على اللابتوب وهنشوف الطريقة دي بشكل عملي. بس انا حابب اتكلم عليها الاول. فاول حاجة انا هتتاخر الفيديو او الصوت بتاع الفيديو صوت المزيع او صوت اي شخص لثانيتين. تاني حاجة انت هتصور طبعا بدون العلامات او بدون اي لوجو لاي شركة او لاي قناة. دي طبعا دي ضرورية في اي حاجة انا. تالت حاجة انت لازم تغير في الوان الفيديو. وده ليه بقى? طب نقف هنا بقى وقفة عشان نتكلم ما اتكار روح اللابتوب على طول نشوف الموضوع. ليه بقى انت لازم تغير في الوان الفيديو? لازم تغير في الوان المباراة بسبب حاجة اسمها الفلتر. الفلتر ده ايه يجد عين? طيب. هناخدها كده بمثال. كانات بي اين سبورت وكانات اون سبورت. لو قلنا ان بي اين سبورت زي عا دلوقتي مطش مصر وغانا. ونقول برضو ان اون سبورت واخدى نفس الحقوق. ويه بتزيع مورات مصر وغانا. تمام? يعني المطش شغال على بي اين سبورت وشغال على اون سبورت. ايه بقى الفرق ببي اين و اون سبورت? الفرق كالقاتي. ان انت مسلا لو قدت البس المباشر ده لو قلنا مسلا ان اون سبورت اه ما عندهاش او عندها بس مباشر ولكن ما عندهاش قناة اليوتيوب. تمام? عمنا بس مباشر مسلا على أي حاجة على ويبة سايت مثلا وما عندهاش قناة اليوتيوب أو ما عندهاش بيرخم عليك ويقفل لك الفيديو أو يشلك الفيديو تمام فانت خدت البس المباشر ده من وبرضه البس المباشر ده موجود على اللي هي اللي هتشلك الفيديو تمام هل بقى تقدر بناس بتشيل البس بتاعك أو تشيل الأهداف اللي انت نزلتها من معا ان ده الحقوق برضو ونده نفس الحقوق لا ما تقدرش ده بسبب الفلتر بسبب ان الفيلتر الفيديو بتاعها او ببي ان سبورت عشان كده الناس اللي ممكن ناس تنزل اهداف شاشة كاملة وما تشلهاش الفيديو عشان هو مغير في الفيلتر الفيديو ولكن ناس تانية بتنزل اهداف نص الشاشة وبرضو بيشول لها الفيديو بسبب انهم عارفين الفيلتر بتاعهم والفيلتر طبعا يعني تغيير الالوان يعني الالوان اللون بتاع الفيديو معروف ليه بي ان سبورت بيكون عارفين الفيلتر حتى انت لو نزلت نص شاشة بس كده ما نزلش الشاشة كلها نصطها بس هيعرفوا الفلتر بتاعهم وساعاتها هيشولو لك الفيديو. ده طبعا سؤال ما هي ارمس كتير تولك ليه منزلش شاشة كاملة ازاي دول منزلش شاشة كاملة ويه اه الفيديو ما تشالش. ده طبعا اجد عان كله بسبب الفلتر. اتمنى تكونوا النقطة دي واضحة بالنسبة لكم وياردت يعيدوها جزا مرة لو ما فهمتواش لان انا حاس ان انا مش رحطاش كويس بس مش عادها تاني يعني بسبب ان الفيديو مطاولش. عاجة اخيرة بقى وبعد كاملة رحلقته بعد طول عشان نشوف ازاي ممكن ناخر الفيديو ثانيتين ونشوف برضو ازاي ممكن نغير في الالوان بتاعت الفيديو. لازم نقول ايه انواع الحقوق طبعا والنشر اللي بيجي لك. ايه انواع المخالفات اللي ممكن تجي لك لاهداف كرة القادر بالذات او اللي ملخصة في الاهداف. اي حاجة اللي علاقة بالكرة. هم حاجتين بس. هي مخالفة يدوية ومخالفة على مستوى العالم. ايه المخالفة على مستوى العالم دي ما فيش قلق منها. هي كل اللي بيجي لك انها مخالفة تلقائية بتيجي من قبل اليوتيوب او من قبل البارتنرشيب. تمام? اول ما بيشوف الفلتر بتاع الفيديو بتاعك هو فلتر مسروق من بي انسبورت او مسروق من او اي قناة لها على اليوتيوب. فيقوم حذف لك الفيديو بشكل مباشر او نائل حقوق الملكية بتاعت الفيديو ده لقناة الملكة للفيديو. وطبعا اي فلوس للفيديو ده بتروح لقناة الملكة. تمام? ده بس مجرد قبل حتى ما انت تنشر الفيديو قبل ما تضغف على كلمة او ناشر عشان تنشر الفيديو بيكون الفيديو خلاص راح والفلوس بتاعته راحت لآآ الناس بتوع الملكية اللي بي انسبورت او 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 على الحسب القناة انت اخدت منها البستن واشر او الاهداف. المخالفة الهدوية ودي قليل او لما بتحصل. ولكن هي بتحصل. ومسيرها هتحصل لاي شخص عنده قناة كورة في اليوتيوب. هتمنى بتحصل لكوش طبعا ولكن كده كده هتحصل يعني. اعتقد يعني. المهم ان المخالفة دي بتيجي يدوية بحيث ان واحد قاعد من البارتنورشيب او واحد من قناة بي انسبورت او واحد من اي قناة آآ اللي انت سارق منه فيديو آآ كورة. فبيقوم قاعد كده ويجايب الفيديو ويقال لك ان الشخص ده سارق مني الحقوق بتاعة الفيديو. كده هو. بيقول كده اليوتيوب بعت الرسالة ان الشخص ده سارق حقوق الفيديو مني. تمام? في بالفيديو يوم اليوتيوب لو طبعا عندها اليوتيوب بيقوم مالسحل فيديو ويمدي كده انت معك واحدة. لسلك اتنين الاتنين دول هيقفلوا لك القناة تمام? اول ستريك بيتوقفك الوزنة مباشرة تنية تحقيق لك تحايد داخل تلت ستريك بتقفلك القناة. انا لليه طبعا بقول الكلام ده ولازم عشان نزملت لك ان الموضوع نهايته مبتوقش حلوة دايما يعني الناس اللي معدل مت الف ومعدل متين الف ما مصير القناة دي برضو انها مرة هتتقفش ومرة هتتقفل يعني انت مسلا لو نزلت اهداف كاس العالم كلها يعني اهداف مباريات كاس العالم كلها مبارا مباراة كده وجابت لك مشاهدات وفلوس والدنيا اللي عبت معك برضو مصيرك ممكن الفيفا او اي اي برتنرشب من البرتنرات تقوم عاملالك اه تلاتة واربعد في تلات مخالفات وتقفل لك القناة حتى لو معدل مليون مشترك او خمسمائة الف مشترك تمام ف ومش هيبقى لك اي حق انك ترجع القناة ولا هيبقى لك اي حق في اي حاجة لانك قنات قفلت بمخالفات صحيحة مية في المية ده بس العاش رحولك في الموضوع كله ولكن برضو انت قدر تكسب فلوس حلوة من موضوع تعمل فلوس كويسة جدا تعمل مشاهدات تعمل متباين تعمل صفح فيسبوك فيها لايك كتير تعمل برضو تويتر في لايك كتير وفي قصدي فلوس كتير وتعمل برضو شهرة لنفسك الموضوع برضو هيبقى سريع معك هيبقى اسرع من اي حد واسرع حتى من محتوى الكوميدي يعني عشان نازل في برضو بيحبوا الكورة قدما بيحبوا المحتوى الكوميدي طيب اجلنا انا بعتزل على الصوت المايك بسبب طبعا ان نبقى صور بمايك اللابتوب فاننا اعتبر بقى دلوقات خلنا نخش في الموضوع نعتبر ان ده هو ده الفيديو اللي انت عايزه وده الفيديو بتاع الهدف اللي انت هتنزله تمام نبعد خالص كده تمام نعتبر ان هو ده الهدف وده فيديو شغال تمام وهي دي موسيقية المزيع او آآ موسيقية المزام ده يعني هو صوت المزيع انت بس محتاج انك تأخره لمدة سانيتين ازاي ده يحصل انك تكبر ديه عن اخر كده هتكبر ديه عن اخر عشان تقراف تجيب السانيتين وهتاخدها سانيتين بالظ sónية ويحدة بالشكل ده كده وتبدأ تقرافه كده حد ما تبقى سانية او سانيتين هنا حيداشر اتنى وثلاثين ده هيبدا حيداشر وتالتا وتلاتين هنا اتنى وتلاتين فترجع اي هنا اتنين وتلاتين وهنا برضو اتنين وتلاتين ترجع كمان عشان طبعا انا مصغر هنا احداشر تلاتين وهنا احداشر تلاتة وتلاتين فتطلع سلنا قدام عشان تبقى واحد تلاتين. تمام? زي ما انتم شايفين. كده اتخارنا سانيتين بالزبط عن اه المطلوب. يعني سانيتين بالزبط. تمام? كده. تمام. كده بس المزيع يبقى متاخر شوية عن الهدف او عن الشيء اللي انت مش هشغله. ودي طبعا بسلة جدا برضو لتخطي حقوق طبعا مش اللي هتساعدك بشكل كبير في تخطي حقوق الصوت المزيع. لان طبعا الصوت مهم جدا زي الصورة بالزبط. تعال دلوقتي بان روح للبريمير ونشوف ازاي ممكن نغير او نعمل الالوان لأي هدف عشان نغير الفلتر بتاع الهدف. طبعا خلائنا هتون نكمل وده الادوب بريمير برو وهتلاقي رابط تحميله اسفل الفيديو. ده مسلا فيديو من فيديوهاتي اللي مش معمول عليه اي عايزين نبدأ نعمل عليه واللي نعتبره ان هو ده الهدف اللي احنا نعمل عليه. هتبدأ تعمل ايه? ايه? الفيديو بتاعك. طبعا مش هشرح الكلام ده كله عشان ما نطولش. فانت ممكن تشوف اه طريق التعاون مع يعني على الانترنت في اليوتيوب. هتخش على على بعد كده تخش على تمام? وهنا بقى على الطول بيداخلك على بعض الحاجات فانت عرضها تخش على هتوقف هنا كده وتخش هنا مرة تانية وتشد اي حاجة انت عايزها آآ على الفيديو بتاعك. مسلا لو انت عايز تعلق اضاءة الفيديو بتاعك. تمام? مهما كان بقى لو الفيديو معدتم شوية فانت لو عايز تعلق الاضاءة مسلا هو هنا صفر تخليها اتنين. تمام? مش هتبرق معك. لا طب خلالها خمسين. فرقت معك الاضاءة. لو انت شايف الاضاءة عالية. هتخليها مسلا سالب عشرين. هده الاضاءة قلت. تمام? نرجعها صفر للمش دي الاضاءة اللي احنا عايز لها ومش دي الحاجة اللي احنا عايز لها. لكن ممكن تفيدك طبعا في تغيير الفيلتر بتاع الفيديو. فانت ممكن تغير ده برضو يعتبر تغيير في الفيلتر. ممكن تغير الكونتراست نفسه. تخلي مسلا تلاتين. فيخلي الهدف او الشيء اللي انت مش هرقاله عامل كده. تمام? وممكن تعمل بقى حاجة اسمها أو دي اللي احنا عايز لها. تمام? ممكن دي اتغيرها تخليها خمسين. زي ما انت شايف تخلي الفيديو بيتغير. تفضل بقى تغير في الالوان وتغير في الحاجات دي لحد ما تغير الشكل بتاع الفيديو بشكل كبير بحيس انك تغير الفيلتر بتاع القناة بتاعته. او يعني القناة اللي زائعة الفيديو. تمام? انصحك بدايما انك تخش على اللي دي وتخليها مسلا في الخمسين بحيس انه تغير الفيديو خليه ميل للون الازرق بحيس انه برضو يبعد بشكل كبير عن الفلاتر بتاعت القنوات لان فلاتر القنوات بتميل دايما للون الاخضر واللون الاصفر. فانت دايما حاول كده انك تميل للون الازرق. طبعا كدعان ودي الطريقة برضو بتاعت تغيير الالوان عن طريق بادوب بريمير برو. ممكن تغير الالوان عن طريق كامتاز استوديو بطريقة بستاة جدا خلينا نشوفها مع بعض. وبردو نفس الفيديو هنقش على طول على مور وبعد نروح عند الفيشوال. وبعد كده تروح عاطلها عند. تروح عليها كده وتشدها هنا. هيبدأ تغير لك في الالوان. فانت ممكن بقى تتحكم في اللون اللي انت عايزه. مسلا هو هنا ده اللون الطبيعي ممكن تخليه اخضر. زي ما قلت لك انت تحاول تميل للزرق. فانت تروح عند الازرق. وتعمل كده 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 تغير كده في اللون. كده تقريبا نوصل لنا النفس اللون اللي كان في عن طريق امتاز استوديو في سواني معدودة حتى لو في بعض الاجهزة همتقداش تشغل البريمير برو. فانت ممكن تستخدم امتاز استوديو برضو هيفي معاك بالغرض يعني. اتمنى تكون الشرحة بسيط واتمنى يكون عجب. بس كده دك الفيديو النهاردة اتمنى يكون عربكو. ياريت العجب في الفيديو عن اللايك. اللايك جدا طبعا اللايك ده بسعد جدا. اللايك بتاع كده الاختفرج انت ده بسعد. اعمل لايك انزل ما اللايك درقتي. ولو كنت اومر تشوف حلقات مستر مومتك وعجبتك الحلقة اعجبلك المود اللايك فيه. فا اعمل بس او اسكبو للقناة. وانا حلقة تاجد عن. وشكرا عشان انت شوفت الفيديو واشوفك ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي. سلام.